يتوجه يوم الأحد المقبل إلى المدارس الحكومية والخاصة حوالي مليونين ومئتي ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الأول للعام الدراسي الجديد وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تشكلت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية التعليمية في الميدان التربوي واستقبال جميع الملاحظات الواردة من الميدان والطلبة وأولياء الأمور وأضافت أن نحو 7460 مدرسة تابعة لجميع السلطات التعليمية في المملكة جاهزة لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الحالي هذا وقد قامت الوزارة بتأمين المقاعد واستلام وتسليم الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي سبق ذلك دوام 173 ألف معلما ومعلمة وإداري وإدارية للوقوف على كافة الاستعدادات